عشت وخمسين سنة شفت فيها العجب العجاب ولكن باش تجبدني فين كين دابا وتكتب لي خط الجمعة في ثلاثة ثواني وتجيب ضايدا للمغرب ضغط الزر وتجاوب على تمنير الرياضيات في ثانية هاد الشي ما عمرني توقعت ان العالم غادي يوصل لي من باب الفضول دخلت لمحادثة مع الدكاء استناعي وسولتو في اي مدينة كين أنا دابا الاجابة كانت صادمة ما كانش متوقعها جاوبني انني كين في مدينة مراكوش في المغرب وبالفعل أنا كين في مدينة مراكوش ما نقفش هنا مش هي درت اداة اخرى ديال الذكاء الاستناعي باش نشوفهاش هاد الشي بالصح ولا غير بروباقاندا اعلامية ودخلت وطلبت منه يكتب لي خطبة جمعة حول الرشوة والاجابة كانت صادمة صورة انه اكتب لي خطبة جمعة كاملة باحاديث وآيات قرآنية كتتكلم كلها على الرشوة ما نقفش عند هاد الحد طلبت من الذكاء الاستناعي يجيب لي يا بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية للمغرب وبضغطة زر هانتم ما كتشوفو كيف هاد دكاء الاستناعي يزيف لنا الحقائق في خمس ثواني بطريقة محترفة ما تقدرش تكدبها ما غاد نقفش مرة اخرى هنا هاد نجيبوا هاد الورقة ديال التماري الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي وغاد نشوف الذكاء الاستناعي واش غاد يجاوب لنا على الاسئلة بسرعة وطبعا غاد نكتبوا لي السؤال وكيف ما كتشوفو الجواب كان في اقل من ثانية ده بس سؤال المطروح واش هاد اللي طور العقول غير بشرية تتفوق على الذكاء البشري واش الهدف ديال من تبسيط العلم والمعرفة ولا الهدف ديال من خلق عقول والسام غير بشرية اللي تحل محنة وتفكر بادلنا وتوجهنا فيما بغوا فكريا ودينيا الغريف هاد الشي هو على ان مبتكر او صاحب الذكاء الاستناعي جيفري هينطون خرجت براء من الذكاء الاستناعي اللي صنع حيث قدم استقالته لشركة جوجل وصرح ان الامور خرجت عن السيطرة وان برامج الذكاء الاستناعي ستتفوق علينا مستقبلا وعلى صانعها من البشر قريبا المخاطر ديال هاد الشي بدأت تلوح في الافق بعدما تكسرت الحواج بين الانسان والاجهزة والتعلق بالاجهزة مرضا اقوى فتكا من الامراض الاخرى الكثيرة المنتشرة في العالم وفي المقابل بدأت الحواجز بين البشر الطبيعيين انفسهم كالتسع الهوى ديالها ايضا ايلون ماسك المعروف بتبنيه للتيكلونوجيا تبرأ ايضا من الذكاء الاستناعي وقال وصرح على انه خطر قادم في المستقبل وخاصنا نواجهه بكل الامكانيات في المقابل كان واحد صمت غريب عندنا عند الحكومة المغربية والسؤال المطروح الى كان فراسة هاتشي راه مصيبة وساكتة راه مصيبة وإلى كان قعمة فراسة وساكتة ايضا والله الى مصيبتين حقيقة انا اتساءل اليوماتية كنقوله على انه وكان صرحه وكانقوله ابناء هنا في خطر وخاصنا نديروا شي حلول اللي هي استباقية تصوروا معايا انه بلاس ما يتعلم ويخدم عقله ولا غادي يدخل اي موقع الالكتروني ويلقى المعلومة جاهزة ويستهلكها ويريت يستهلكها فيما هو ايجابي يقدر يستهلكها فيما هو سلبي وبدل ما يتعلم الهندسة والطب غادي يتعلمنا كيفاش يفبرك الاصوات وكيفاش يشهر بالناس ويبتزهم وهذه كلها مخاطر خاصنا نوعا بها كاملين كاباء وكمجتمع وكحكومة نحن اليوم امام خطر داك الشعلاش خاص للحكومة ادياننا تدخل وتدير مواد خاصة بالذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية وتنبه ابنانا على ان استخدام العقل البشري هو آلية لا بد منها ولا يمكن استغناءه عنها وإلا نتسألوا كيفاش سويد اللي هي دولة كبيرة ومتقدمة في الذكاء الاصطناعي وفي الرقمنة وفي غيرها من المواد التكنولوجية اليوماتية كتقول على لسان وزير الثقافة ووزير التعليم على انهم رصدوا واحدة الميزانية كبيرة باش يشجعوا التلاميذ ديالهم على الرجوع الى الكتب والاقلام التقليدية اللي تعلمنا احنا بيها جيل ستينات وجيل السبعينات اذا السويد كتاشف تعالنا لطابليت وعلنا هاد هاد الشي كامل ديال التكنولوجيا خطر اذا حل محل الكتب لماذا لانه بكل بساطة العقل مات لا يستخدم غير توقف كل شي موجود هنا هاد الآلية ديال الذكاء الإسرائي وما علينا الاستهلاك اذا كنقولو كنأكدو على انه اذا كانت قالت هاد الشي اش غادي نقولو نحنا اذا لابد من وقفه ولابد من نديره حلول مستقبلية اليوم اللي كتكلمنا على التعليم وتكلمنا على المخاطر ديال اللي اللي ممكن يدواجهها الابناء ديالنا بغيت نقول على انه اي اصلاح اليوم اللي رجعتو عمر دارشي اصلاح في المغرب داروها ابناء الدار كل اصلاحات كتجي من خارج الدار ومن ناس ومن مسؤولين لا علاقة لهم بالقطاع لا من بعيد ولا من قريب اما كيجدروا تجربة فرانكوفونية وكيجيبوا يحاولون ينزلها في المغرب وطبعا غادي تفشل بكل اسفين وفشلات لماذا؟ لانه الصين واليابان ومجموء كوريا الجنوبية وغيرها من الدول وماليزيا اللغة العربية اللغة الأمازيغية وللأسف نحن مزال جميع الخطابات جميع المكاتبات جميع المراسلات لا زالت باللغة الفرنسية وهذا عيب شكلي خطير جدا لنواجهه وزيد 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 على ذلك تحياتي لكم والسلام عليكم